هو اختبار ذاكرة كده بما ان احنا كنا بنستعرض بعض المنتخبات والنتاج الكبيرة في اليورو مش عارف تفتكره ولا لا بس يعني فيه 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 نوسة اخيات من منتخبات مع لعيبة كبار وانتهت ومشوف نهاش بعد كده فانا هسألكم كده بولغاريا مثلا حد يفتكر بولغاريا ومين كان نجم مهم جدا عن مستوى لعي اسمه ايه دا اول عاجة داني اقول لك رومانيا جورجي هاجي اوكرانيا اوكرانيا تلتشينكو طبعا لايبيريا بتاعيتنا طبعا بعيدا عن اليورو لا هو فيه زي ما انت قلت فيه نوسخ كده بتظهر او منتخبات بتظهر زي اليونان مثلا في 2004 بتظهر كده بس ما كانش عندهم النجم عندما رومانيا وبولغاريا كان عندهم النجم مايكل لاودروبه الاودروب الحارس طبعا الاملق بتارش مايكل لا أنا بدروبه lieووتروب وبيتارش مايكل كانوا عاملين مستوى مستويات كبيرة لان خلalet كان البرازيل والمغرب فاكرة ما كانت во مجموعة المغرب وماظت 67 즉ven CBhzLمت عادلو 2-2 تقريبا اولا في فاكر المغرب وبرازيل كان نرويج تقريبا الباكرة كانت النرويج فכة المعمرة اخراج اه اه صراح الدين channel channelese نذهب لليورو السنة. هل خلافة اليورو التوقعات المبدأة؟ نظرتنا للمنتخبات اختلفت بعد دور المجموعات؟ أم كل ما كان منطقي متوقع حصل في دور المجموعات؟ أبدأ بمصطفى؟ بالنسبة لي أرى أنه منطقي جدا. منطقي جدا. أنا أرى أن بطولة أوروبا توقيتها بالنسبة للعبين الكبار فيها إجهاد. في لعبة كثيرة مجهدة. وده باين جدا فيه لو بصنا البطولة كلها من بدايتها. الفرق أو المنتخبات المقدمة أداء كبيرة يعني منتخبات. المنتخبات اللي مش متوقع تماما أنها تنافس. منتخبات زي النمسا اللي تصدرت مجموعاتها طبعا. النمسا محصان إسود طبعا. أنا أتكلم في المنتخبات اللي أنت بتوقع منتخب زي سويسرا. وأنا دايما دايما براهن على المنتخب السويسري. المنتخب السويسري يعني هو القرع وقعته مع المنتخب الإطالي. لكن أنا مراهن عليه أنه هو يوصل لبعيد في البطولة دي. أنه هو منتخب قوي وقدم براهن كبيرة جدا وما من المنتخب الألماني. ففي منتخبات أنت دائما مش بتوقع. وده كسر عالم اللي فات ظهر الحاجات دي. ففي منتخبات خلاص عندها دوافع أكبر بكتير من المنتخبات الكبيرة. طيب هم جابوا لنا الترتيب المجموعة الأولى وهنستعرض ترتيب المجموعات. بس سؤال هل البطل ظهر بالنسبة لبلال؟ يعني حتى الآن لا يعني بس خلينا بس أنا عندي رأي في اليورو. يعني فيما لعب من مباراة اليورو أو دور المجموعات. أن زيادة عدد الفرق لأول مرة في هذه النسخة مأثر شوية على شكل المنافسة. يعني أنت دلوقتي بتتخلص من الفرق اللي دخلت على اليورو. بتصفصف المجميع على الفرق اللي بعد كده هتقدر أنها تنافس. حتى الآن من اللي ظهر في دور المجموعات أسبانيا في طريقها للتتويج بيليورو حتى الآن وألمانيا. سجد هذا أسبانيا. ولكن أنا أقول لك أسبانيا. أبقا حتى الآن. أنا أقول لك حتى الآن الفريق الأفضل حتى. أقول لك على الحاجة. أخذ بالك السنة النصفة الأخيرة. ما كان لدينا أتوقع أن إيطاليا ممكن تعملها. بالضبط. هناك منتخبات كثيرة جدا. أنا أريد أن أسأله. أنا أريد أن أسأله سؤال، هل عندك خلاف على أن أسبانيا حتى الآن في دولة المنتخب الأفضل؟ دائماً ليس اللي يجب أن يكسب هو المنتخب الأفضل، أنا ليس مختلف، وهو المنتخب الوحيد اللي حق العلامة الكاملة، بالضبط هل حد كان يتوقع بعد أول مبارتين، كل اللي اتفرج على أول مبارتين للمنتخب الألماني؟ كله قال لك المنتخب ألمانيا، خلاص في طريقه لحصد اللقب لأنه أقدم فعلاً مبارتين كوي مجموعة ألمانيا ما يتأسى عليها أيضاً؟ بس الفكرة كلها أداء ألمانيا فعلاً قوي جداً، أنا اتفاجئت بيه، أنا على نفس اتفاجئت بيه أداء القوي بس هقول لك حاجة مثلاً، أنا هولندا من المنتخبات اللي بعد موجهتها مع فرنسا، قلت هولندا ممكن تكون داخلة في إطار الفرق للسنديل هولندا عمرها، لكن حقيقة يعني حتى خسرتها قدام النمسا كمان من بنسبالي كانت حتى لو هولندا كانت كذبة النمسا، هولندا عمرها ما تبقى فرت بطولة، فعز مثلاً لا، إزاي بطل يورو 88؟ كانت 8 قصدي، أنا قصدي دائماً، يعني من بعد 88 كمانين، وإنهائي كاس عالم قدام إسبانيا لا، بعدين الكرة الشاملة وإنهائي كاس عالم تاني قدام أرجنتين 88 كمانين وسبانين سمي فاينال كاس عالم أمام الأرجنتين هولندا فريق دائماً ممتع، وماتش الخناءة ده هولندا أحمد فريق دائماً ممتع، فريق دائماً عنده أعتقد من أفضل اللعب والتاريخ أجيال، لو عدت لك أسماء نجوم تلعوا من هولندا زندن وأوفرمارس، ولعبة كثيرة جداً، في دائماً أجيال كلها كانت ممتعة خلينا، خلينا عشان هو شتتنا خلي بالك بطل اليورو مين، انت قلت أسبانيا؟ لا، أنا بطل اليورو، قبل ما اليورو بدأ قلت يا ألمانيا هم يا ألمانيا، يا أسبانيا، يا فرنسا، إنجلتوا، خلاص، خليني، خليني أقول أسبانيا أسبانيا، أحمد، أنت شايف إيه؟ أنا شايف إن فرنسا جاية؟ باشي، أنا بقول بورتغال بورتغال بغض أزع بورتغال، بورتغال حقيقة أنا متحمس جداً، وصعبان عليا مقولش إنجلتر الحقيقة بصراحة هو دايق علينا الاختيارات، بس ماشي هو دايق على نفس برد بورتغال دي تعالوا